يوماً مر على وصول وفد ميليش الحوثي للرياض دون أن يتم الحادث عن المشاورات والنقاشات التي تدار في الغرف المغلقة يتبادل الطرفان التسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيناً وفي أحيان أخرى عبر الصحف والقنوات المحسوبة على طهران والرياض لأول مرة تنقل صحيفة سعودية عن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام تصريحاً من الرياض يتغزل فيه بالسلام ويقول إنه خيارهم الأول بعيداً عن التصريحات النارية التي يطلقها قادة الجماعة تجاه السعودية من بيروت قالت صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله التي تستخدم لتسريب الأخبار من قبل الجماعة إن الرياض سترعى اتفاق هدنة طويلة بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي تحت مسمى إعلان الرياض الصحيفة نقلت أيضاً أن الإعلان يشمل التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى إضافة إلى حل ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر وفق قاعدة الكل مقابل الكل في المقابل قالت مصادر مقربة من الرياض إنها متمسكة بمبادرتها التي أعلنت عنها في وقت سابق والتي بموجبها ستقوم بدفع مرتبات الموظفين لستة أشهر والعمل على إعادة تأهيل حقول وخطوط تصدير النفط والغاز والإسهام في عملية الإعمار والتحول لدور الوسيط بين الأطراف اليمنية المتحاربة حتى اللحظة يبدو أن التسوية تشمل المناطق التي تسيطر عليها ميليشي الحوثي وأن النقاشات مرتكزة على إنهاء الحرب في مناطق الحوثي مع ضمان أمن المملكة الملفات الأخرى الشائكة المتعلقة بشكل التسوية والحل النهائي لم تطرح ولم يتم التطرق خلال اللحظة الراهنة لوضع الشرعية والمرجعية الثلاث التي تؤكد عليها القرارات الدولية منذ وضع اليمن تحت وصاية البند السابع نقطة أخرى تثير التساؤلات حول غياب المبعوث الأممي في التفاهمات واللقاءات بين الحوثيين والسعودية سواء في صنع أو الرياض والذي يعتبره كثير من المراقبين جاء بناء على رغبة الطرفين في عقد صفقة لحل الخلاف بينهما وترحيل بقية الملفات الشائكة توقيت الزيارة والاستمرار في عقد مباحثات يبدو أنه جزء من خطة الحوثيين لإعلان نتائج المباحثات بالتزامن مع الذكرى التاسعة للإنقلاب الذي قاموا به في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 وتقديمه كنصر لتبييض صفحة الإنقلاب